اشتركوا في القناة الموضوع الذي نتكلم فيه اليوم الحقيقة كلكم تعرفون أن التعليم أساس بناء الأوطان وجود تعليم وجود مجتمع متعلم يصنع بلدا متطورا متعلما مزدهرا قادرا على فهم الحقوق وواجبات المواطن رفض السيء رفض كل ما يخل حقوقه كإنسان وحقوقه كمواطن التعليم هو أساس كل شيء لأنه ينير العقول يفتح البصائر يجعل الرؤية واضحة التفكير منطقي وعقلاني وطبيعي وسبحان الله الذي يعني أكد لنا على التعليم والتعلم ورسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ظل يؤكد على التعليم والتعلم وعلى ضرورة أن يتعلم الإنسان كل شيء هذه واحدة من الأمور الرئيسية والأساسية في بناء المجتمعات وفي بناء الأوطان التعليم لكن في العراق الحقيقة منذ ما يقرب من عشرين سنة يعني عندما تنظر إلى التعليم في العراق سواء التعليم الابتدائي والتعليم الجامعي التعليم يعني بالدرجات العليا الماجستير المعهد العليا الدكتوراه والتعليم الجامعي الأولي والتعليم الابتدائي يعني ابتدائي ومتوسطة وثانوية ستجد أن هناك خللا كبيرا بل كارثة كبيرة الحقيقة اللي جعلنا نتحدث في هذا الموضوع قبل أيام نشرت وزارة التعليم العالي خبر تقول فيه أن 12 ألف طالب أدوا الامتحانات النهائية في الدراسات العليا 12 ألف طالب عندما يكون لك 12 ألف طالب في الدراسات العليا يؤدون الامتحانات النهائية أنت تستغرب بلد يسعى إلى هكذا شهادات عليا ويستطيع أن يقدم دراسات عليا ويستطيع أن يقدم طلبه يدرسون في الدراسات العليا أو يغضبون على الدراسات العليا ودخلون امتحانها 12 ألف طالب فتترى الأمر بشكل كبير جدا وقبل شهور طبعا كانت وزارة التعليم العالي أيضا في حكومة مصطفى الكاظم قد أعلنت أنه تم قبول مئة وسبعة وربعين ألف وستمئة وستين طالب وطالب في جامعات الحكومية العراقية ضمن القبول المركزي للعام الدراسي الحالي 2021-2022 وفي نفس الوقت الكليات الأهلية يعني أعلنت أنه يعني لعددها أكثر من 80 كلية نعم أعلنت أيضا أنه هي عدد الطلبة فيها قد زادوا على 180 ألف طالب فأنت أمام عدد يتجاوز ربما 600 ألف طالب يدخلون إلى الجامعات إضافة لهم دراسات العليا وإضافة إلى من يدرسون في الخارج من العراقيين المبتعثين كثير ويدرسون على حسابهم كثير وذولا يقدر عداتهم ربما بـ 70 ألف طالب وطالبة في كل أنحاء العالم بالتالي أنت أمام عدد مهول طيب وأنت تسأل نفسك يعني وأساس التعليم أساساً على ماذا يقوم يقوم أساس التعليم على تأهيل الطالب من أجل إيجاد كوادر متخصصة قادرة على قيادة الأنشطة الإنتاجية المختلفة في المجتمع هذا واجب التعليم وبالتالي هذا يطور المجتمع ويطور الأوطان ويأدي لنمو الأوطان وازدهارها وتقدمها وهذا يفرض على مؤسسات التعليم الابتدائي والعليا أن تكون بمستوى علمي وتنظيمي وأهل الطلبة لتحقيق هذه الأهداف العلمية والتربوية هذا أكيد واقع الحال في العراق غير ذلك تماما حقيقة يعني يكفي أن نقول أن العراق منذ عام 2003 لحد الآن حجم التخصيصات للتعليم لا تتجاوز 6% من الموازنة العامة لاحظ بلدان العالم كلها تخصص أعلى النسب للتعليم والبحوث والعلوم أعلى نسب في الموازناتها لأنه تعرف أن الحاضر والمستقبل يجب أن يضمن هذه البلدان يجب أن تتقدم لكن في العراق 6% وربما أقل من 6% وهذه 6% غالبيتها ربما 92% أو 92% إلى 95% يذهب رواتب موظفين ومدرسين وأساتذة والباقي اللي هو أقل من 2% أو 2% أو 3% ربما هذا فقط الاستثمار استثمار في التعليم وهذه كارثة كبيرة وربما البعض يتحدث بشكل واقع ويقول أنه أقل من 1% هو الاستثمار واقع الحال يشير هذا وهذا يأكد عليه البنك الدولي البنك الدولي في آخر في آخر تقرير إلى صدر عام 2021 قبل نحو عام في آيار عام 2021 قال أنه قل من 1% الاستثمار في التعليم في العراق فإذا أنت أمام كارثة كبيرة وضع اقتصادي فوضوي بلا قواعد انتاجية فساد متفشي في كل البلاد التعليم أهلي يتوسعون بهدف الربح الكل هدف ربح مادي الآن لدينا يعني الإحصائيات تؤكد أنه لدينا 35 جامعة حكومية ونحو 80 كلية وجامعة أهلية عدد كبير جدا جدا كلها استثمارات من أجل المال وبالتالي يعني في إحصائية بسيطة مثلا يتحدثون عن طب الأسنان كم لدينا يدخلون من الذين يدرسون طب الأسنان وكم يفيد من لدينا يعني إحصائية تتحدث وإحصائية حكومية يعني طبعا مو محصائية خارجية حتى لا يقولون فائض من اختصاصات طب الأسنان 23.861 طبيب أسنان فائض عن الحاجة أدنى أدنى 61.833 صيدة لفائض عن الحاجة هذه الإحصائيات يعني اللي صدرت في أيلول عام 2021 عدد طلبة وطالبات كلية الطب البشري في جميع العراق باستثناء يعني كردستان باستثناء المعافظات الشمالية أربيل وسليمانيو دهوك 36.000 طالب لا حول أقوة لأبل ونعاني من كارثة كبيرة في الطب في التطبيب وفي المستشفيات فمن يحدث حاجة العراق يعني هو هذا السؤال هذا التعليم عندما نتحدث من يحدث حاجة العراق للإختصاصات ماذا ندرس وكيف نستفيد من هذه الإختصاصات وكيف نوظف هذه الإختصاصات فيه بعد تخرج لخدمة الوطن وخدمة المجتمع هذا غير موجود عندنا بالعراق لا توجد خطة لا يوجد اهتمام أبدا بهذا الموضوع الموضوع هذا يعني كارثة كبيرة ربما يعني ربما نخطأت بال بال بالإحصائيات لكن عدد الجامعات الحكومية 35 جامعات وعدد الجامعات والكليات الأهلية 45 إلى 50 فبالتالي هذا العدد كثير جدا جدا وطبعا فقط في المحافظة الشمالية هناك 15 جامع تلاحظ والعراق رغم كل هذا خارج جودة التعليم دافوس يعني منتدى دافوس في آخر قوائم مواشرات إلى العراق خارج 180 دولة العراق خارج هذه التصنيفات ستة أو سبع دول أفغانستان معرف منه دول صومال غيرها خارج التصنيف يعني خارج قالوا لماذا قالوا لأنه ليس فيه تعليم ما بي تعليم العراق هذه وحدة من الكوارث الكبير ربما وقت هذه الحلقة لا يسمح بالاستمرار في هذا الحديث لكن سنستمر في هذا الحديث في الحلقة الأخرى سنتكلم عن التعليم الابتدائي وحاجتنا للمدارس والجامعات فأترك الحديث إلى الحلقة القادمة ونكمل الحديث إلى ذلك نستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة